درجات حرارة أعلى من معدلاتها وتقص بارد نسبياً ومشمس في معظم المناطق والرياح جنوبية شرقية تنشط أحياناً وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل درجات حرارة أعلى من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت العام بما يقارب 3 إلى 4 درجات في يوم الغد الخبيث وكما نشاهد هنا من خراء الدرجات الحرارة وخلال نهار يوم الخبيث تبقى الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق التقص مستقر والأجواء مشمسة في معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة أما فيما يخص الرياح وكما نشاهد هنا من خراءة وسرعة هبات الرياح من المتوقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في بعض المناطق الجنوبية أما في ساعات الليل فمن المتوقع بمشيئة الله أن تكون الأجواء باردة في معظم المناطق وشديدة البرودة فوق المرتفعات الجنوبية مع احتمال لتشكل السقيع في ساعات الليل في العاصمة عمان الأجواء صافية درجة الحرارة تصل إلى 7 درجات مئوية ليلاً وسرعة الرياح تصل إلى 8 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة درجة الحرارة نهاراً تتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية والليلية ما بين 7 إلى 8 درجات مئوية في العاصمة عمان ننتقل سوية لمعرف الدرجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة ونبدأها شمالاً من إربد 18 إلى 11 درجة في المفرق من 15 إلى 6 درجات في جرش من 17 إلى 8 درجات وفي عجلون من 18 إلى 9 درجات مئوية في عمان من 15 إلى 8 درجات في الزرقاء من 17 إلى 6 درجات في البلقاء من 17 إلى 8 درجات في مادبة من 15 إلى 7 درجات وفي البحر الميت من 24 إلى 15 درجة مئوية والأجواء اللطيفة في البحر الميت في الكرك من 16 إلى 8 درجات في الطفيلة من 15 إلى 8 درجات وفي جبال الشرام من 13 إلى 5 درجات في معان من 15 إلى 3 درجات وفي العقبة أيضا أجواء لطيفة من 25 إلى 14 درجة مئوية في ساعات المساء في الرويشة 16 إلى 4 درجات في الصفاوي 16 إلى 3 درجات وأخيرا في الأزرق من 17 إلى 5 درجات مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري